يومان داميان في جنوب الجزائر بين أهالي غردايا الإباضيين الأمازيغ وأهالي من البلدات العربية المالكية المجاورة عداوات متراكمة منذ سنين لم تجد طريقاً للمصالحة رغم كل الظروف التي مرت بها الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي وبعدها مناطق سهل وادي ميزاب وبريان والقرارة شهدت أعمال تخريب وحرق لعشرات المنازل وواحات النخيل والمحال التجارية هذه التطورات الخطيرة اضطرت وزير الداخلية للتوجه للمنطقة للاجتماع مع أعيانها فيما انتشرت قوات من الدرك الوطني بين المتحاربين هذا الصراع عمره ست قرون بدأ في عام 1408 بين قبيلة عربية وقرية تابعة للمزاب القبيلة اسمها المخادمة والقرية اسمها مليكة أو أهل مليكة أعمال العنف التي اندلعت مطلع الأسبوع هي الأسوأ منذ سنوات في المنطقة التي تشهد توترا وتنافسا على الوظائف والمنازل والأراضي وتعد منطقة غردايا واحدة من أهم المناطق السياحية في البلاد والتي من شأن مثل هذه الأحداث أن تؤثر سلبا على مداخل سكانها خصوصا وأن الحكومة تتعرض لانتقادات بسبب إهمالها لسنوات طويلة مسألة تخفيف الاحتقان بين أطراف الصراع السلطات الجزائرية استغلت الوضع سياسي طبعا الربيع العربي العبدور مهم جدا الربيع العربي بدأ تململ في المنطقة وبدأ الصراع ثم عندما جاءت العهدة الرابعة لبوتفريقة استغلت كذلك لغرض سياسي والآن فيها أطراف سياسية لكن في جميع الحالات تنقسم المجتمع إلى مجتمعين مجتمع الأول وهو مجتمع الإباضيين هذا منغلق على نفسه لا عنده مشكلة في الاستثمارات لا عنده مشكلة في المال لا عنده فقراء بالتعبير دقيق مجتمع آخر يعيش وفقر ويحاول أن يستغل الفقر لغرض أخرى هذه الاشتباكات هي الأسوأ في السنوات القليلة الماضية والتي شهدت بدورها أعمال عنف المماثرة العام الماضي أدت إلى مقتل شخصين على الأقل وقتل خمسة أشخاص في العام الذي سبق ذلك فيما شهدت عشرات الأعوام الماضية احتكاكات وهجمات متبادلة سرعان ما توقض النار التي لم تنطف أصلا تحت الرماد